طنت فريدة اهلا اياد ازيك يا اياد يا حبيبي اخبارك ايه الحمد لله يا طنت انا كويس انتو هتقيشوا معنا هنا على طول ايوة يا اياد هنعيش معك هنا انا مبسوط قوي يا طنت واحنا كمان يا اياد مبسوطين بك قوي انت عارف انا بحبك زي ابني بالضبط عايزك بقى تعتبرني زي ماما وتقول لي يا ماما فريدة ايه رأيك حاضر يا ماما فريدة يلا حبيبي غير لبسك بقى وتعالى حضرلك تتغدى لا يا ماما فريدة انا هستنى خلوه هنع ماشي يا حبيبي جدو حبيبي اهلا اهلا ازايك يا هنع حبيبي تجدو هو اياد فين يا جدو لسه مرجعش من المدرسة لا يا حبيبتي رجع من المدرسة وطلع يغير لبسه عشان ينزل يتغدى وبابا فين بيركن العربية يا جدو بعد اذنك بقى مطلع سلم على اياد ماشي يا حبيبتي سلام عليكم ازايك يا بابا اهلا يا احمد يا حبيبي فريدة فين بقى يا حبيبي كانت بترتب الدنيا فوق انا جعان جدا اطلع بقى غير لبسي واقول لها تحضر لنا الغد عشان نتغدى كلنا مع بعض يا بابا ماشي يا حبيبي ادخل اياد ازايك يا اياد اهلا هنه انت رجعت من المدرسة يلا بقى عشان ماما هتحضر الغد ونتغدى كلنا طيب يلا بينا تسلم ايدك يا فريدة يا بنتي الاكل ريحته تجنن فعلا يا ماما فريدة الاكل طحفة قوي تسلم ايدك بالهنة والشفة ان شاء الله دايما اكل يا جبكم طب يلا بقى ناكل بسم الله اعمل لكم بقى عصير فراولة تشربوه بقى وانتو بتتفرجوه على التلفزيون يا ريحت يا ماما فريدة انا بحب الفراولة قوي وانا كمان يا ماما بحب الفراولة قوي حاضر يا اياد معلش يا فريدة يا بنتي ممكن تعمليلي انا فنجان قهوة حاضر يا عمي هنه اياد بعد ما نشرب العصير بقى ممكن نذاكر بقى عشان كده كفاية خلاص حاضر يا بابا حاضر يا خالو هنه اياد انا عايزكم يا ولد تذاكر وتبقوا مجتهدين وشاطرين عايز ادخلكم كلية اللي انا بحبها يا جدو انا بحب كلية الفنون الجميلة انا عايزة بقى رسامة رسامة لا يا بنتي لا 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 انا هاخترلك كلية تانية وانت كمان يا اياد هدخلك كلية اللي انا بحبها هتدخل كلية الهندسة وتبقى مهندس لا جدو انا كالنفسة هدخل كلية الطب وابا دكتور لا يا ولاد انا رسملكم مستقبل تاني خالص المهم بقى يلا طلعوا بقى ذكروا عشان ما تضيعوش وقتكم نفسه اشوفهم مهندسين عشان افتح لهم شركة مؤولات كبيرة وهما الاتنين يدروها وبقى اعملت لهم مستقبل انت عارف يا احمد اني اياد وهنا اغلع حاجة عندي وعايز اكتب لهم كل فلوسي وبقى امنت لهم مستقبلهم قبل ما موت بعد الشر عليك يا بابا رب منا يخليك لنا بس يا بابا كل واحد فيهم عايز يدخل كلية تانية لا يا ابني كلية تانية ايه انا رسم لهم مستقبل تاني خالص والله يا عمي انا بتحب الرسم جدا نفسها لما تكبر تبقى رسامة مشهورة رسم ايه يا بنتي والكلام فاضي ايه لا طبعا انا عايزها تبقى مهندسة تبقى لباش مهندسة انا ولباش مهندس اياد انا طول عمري كان نفسة بقى مهندس بس للأسف ما قدرتش ادخل الكلية دي انا عايز اشوف نفسي في احفادي يحققوا اللي انا ما قدرتش احققوا ازاي كده يا جدو عايز ندخل كلية الهندسة انا نفسي ابقى رسامة مشهورة انا بحب الرسم جدا انا بعرف ارسم كويس قوي انا هرسم رسمة حلوة ووريها لجدو اكيد هيبسط مني قوي لما يشوف الرسم بتاعي ليه بس كلية الهندسة يا جدو انا نفسها بقى دكتور تصبح على خير بقى يا احمد يا ابني انت عارف انا بحب نام بادري عارف يا بابا وحضرتك من اهل الخير انا كمان هطلع نام عشان انا عندي شغل ماشي يا حبيبي ايه ده صباح الخير يا عمي حضرتك نشيط وصحي بدري قوي ايوا يا فريدة يا بنتي انا بحب اصحى بدري عشان اعمل رياضة كده على الصبح يلا اعمل معي التمرينات الرياضية دي هتتنشطي والدورة الدموية هتجري وتبقي تمام يلا يا فريدة والله يا عمي انا صحيط بدري عشان احضر الفطار لأحمد وللولادة عشان هيروحوا المدرسة اخلص بس الفطار واعمل مع حضرتك التمرينات الرياضية بعد اذنك بقى احضر الفطار عشان اصحيه اتفضلي يا بنتي احمد يا احمد يلا يا احمد انا حطرت الفطار اصحى بقى يا احمد هتتأخر على الشغل ايوا يا فريدة حاضر حاضر انا صحيط خلاصة هو الصباح الخير الولاد صحي ولا ايه ايوا طبعا صحيتهم ولبسوا عشان ينزلوا يفطروا يروحوا المدرسة طيب قولي لهم بقى ما يعملوش دوشة عشان بابا ما يصحاش عايز اقولك ان عمي صحي من بدري جدا وبيعمل التمرينات الرياضية بتاعته كمان بابا ده ناشيط جدا انا لو ما كانوا كده وما عنديش شغل كان زماني نايم براحتي خالص طب يلا ننزل نفطر بقى صباح الخير يا جدو صباح الخير يا جدو اهلا صباح الخير حبايب جدو وده اولاد ومصروف حلوه هو عشان تروحوا بيه المدرسة يلا دي فلوس كتير قوي يا جدو مش كتير ولا حاجة يا هانا يا حبيبتي اصرفوا وبباستوا شكرا يا جدو شكرا يا جدو صباح الخير يا بابا صباح الخير يا احمد اياد هتيجي اوصلك المدرسة في طريقي ولا هتركب الباص لأنا هركب الباص يا خيرو طيب يلا يا هانا عشان انا اوصلك قبل ما اتأخر على شغلي عشان الباص مش هيجي هنا لان المدرسة بعيدة ابو ليه بقى المدرسة بعيدة ما ننقل لها المدرسة مع اياد ويبقوا لتنين مع بعض بس يا عم هيام متعودة على المدرسة بتاعتها لا لا يا احمد امشي في اجراءات النقل ننقلها في المدرسة مع اياد والمدرسة هيقريبة مننا ومدرسة كويسة يا ريتي هانا تبقى معايا في نفس المدرسة وكل يوم نروح المدرسة مع بعض لا مش هينفع عشان انا تعودت على مدرستي واسحابي ما قدرش يسيبهم لا يا هانا ماينفعش انت هتنقل المدرسة التانية دي عشان تبقى قريبة مننا يا بنتي يا جدو ارجوب ماينفعش خالص انا بحب صحابي وماينفعش يسيبهم انا شايف ان الافضل انك تنقل من المدرسة احمد امشي في اجراءات النقل بقى وخلص الورق طب يا بابا خلاص يا احمد طيب ايه بقى يا عمي طب نخلص السنة دي عشان هي السنة دي متعودة على المدرسة واسحابها فبدل ما تغير المدرسة وما تعرفش تركز وتذاكر هيبقى مكان جديد نبتدي من السنة الجاية بلاش السنة دي لا عادي هتتعود هتتعود يا جده ارجوك خلاص بقى يا هانا يا بابا ارجوك بلاش تنقل من المدرسة اللينا فيها يا بابا وقل لك جده لا ماينفعش يا هانا انا مش عايز ازعل جده هنعمل ايه بقى هو برضو خايف عليك وعلى مصلحتك هتبقى في المدرسة قريبة وتروحي وترجعي مع اياد في الباص يا بابا يعني سيب صحباتي يعني هم صحباتك هيروحوا فين يبقى كلميهم في التليفون وانتو بتخرجوا مع بعض في النادي مش هتروحوا بعيد بس بصراحة انا ماينفعش ازعل بابا يا هانا جده راجل كبير ولازم نسمع كلامه حاضر يا باب يلا تعالي اركاب العربية بقى عشان ما نتأخرش على المدرسة اما نادي بقى على هانا وإياد وذاكر لهم لازم يبقوا شطرين ويجيبوا مجموع كبير يا هانا يا إياد يا فكرتوني يا أولاد بأيام زمان وانا أدكم كده كنت بحب زاكر قوي وكنت بحب مادة الرياضيات جدا يعني حضرتك كنت بتحب تزاكر يا جده وبتحب تزاكر ماس هي مادة صعبة قوي بس أنا برضو بحبها اه طبعا يا بنتي انا بحب الماس جدا بس على أيامنا ما كناش بنقول ماس بقى كنا بنقول مادة الرياضيات طب ليه حضرتك يا جده ما دخلتش بقى كلية الهندسة وانت شاطر في مادة الرياضيات أصلا يا ابني تعبت أيام اللي امتحانات وما عرفتش هزاكر وللأسف ما جبتش مجموع كبير بس أنا بقى هشوف نفسي فيكم هعوض السنين اللي فاتت انتوا هتدخلوا كلية الهندسة وتبقوا أكبر مهندسين يلا بقى بلاش نتكلم كتير عشان أشرح لكم اللي هيجاوب بقى معايا وهيفهم الدرس كويس هاخرج أنا وهو طيب خلاص يا جده يلا نركز بقى أنا هفهم الدرس عشان تخرجني وانا كمان يا جده هفهم الدرس بتوع عشان تخرجني أنا كمان مش ملاحظة يا فريدة ان من بعد ما جينا هنا نعيش مع بابا حالته النفسية تغيرت وبقى مبسوط ووقته مشغول ومش حاسس بملل أبدا وقياد كمان أيوة يا احمد فعلا أنا بلاحظة كده ودايما مشغول بالولاد بيذكر لهم وبيتكلم معاهم والولاد بيحبوهم متعلقين بي جدا على فكرة بقى أنا مدية عشان حولت من المدرسة بتاعتي أنا مش متعودة على المدرسة الجديدة ان شاء الله يا هانا هتتعاودي عليها وتحبيها معلش يا هانا خلاص ما تزعلش بقى ما احنا قلنا هتتعاودي على المدرسة وهيبقى ليك صحاب ياد عايزك تاخد بالك من هانا وما تخليش حد يزعلها حاضر يا جده طبعا طب يلا يا أولاد بقى روحوا لكابو الباس بقى ما تتأخروش والله يا احمد كان المفروض ما نحول لهاش السنة دي كنا قلنا لعمو ويحول لها السنة الجاية وخلاص معلش يا فريدة انت عارفة بقى 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 راجل كبير وانا مش بحب زعله عارفة ربنا يسطل بقى والبنت تركز وتجيب درجات كويسة اخر السنة ان شاء الله يا فريدة ما تقلقيش ما انت عارفة بابا مش سايبهم بيذكر لهم كل حاجة ايوة عندك حق ما هقول كل ده لسه نايمين هو عشان يعني النهاردة اجازة ما يصحوش بدري لا طبعا لازم يصحو بدري انا هطلع صحي البيت كله ويعملوا معايا التمرينات الرياضية بتاعتي هانا يا هانا اصحي يلا يا هانا اوه هايز انام شوية يلا يا هانا اصحي مش النهاردة اجازة بتصحوني ليه نفسي انام شوية انا كل يوم بصحى بدري عشان المدرسة هانا انا قلت تصحو يعني تصحو يلا اما اروح اصحي اياد اياد يلا يا اياد بلاش كسل واصحى ايه بتصحيني ليه يا جدو النهاردة اجازة من المدرسة هو يانا عشان اجازة هتصحو متأخر يلا اصحك كده فوق لازم يبقى فيه نشاط يوه يا جدو طب سبني نايم نص ساعة ولا نص ساعة ولا ربع ساعة يلا اما اروح بقى صحي احمد وفريدة هم كمان كسلانين مش عارف ليه كده احمد فريدة اما خبطاني يلا يا احمد يلا يا فريدة اصحو بقى ايه ده هو بابا بيصحيني بدري ليه كده احمد يا احمد اصحى مش عارف بابا عايزنا في ايه يا فريدة نامي 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 يا فريدة اتلاقي بابا بيحب يصحيني بدري يا احمد يا فريدة يلا يا اولاد اصحو عمي ده نشيط قوي بيصحي البيت كله يا سلام على النشاط شايفين لما صحيتوا بدري فيقين ازاي ايه النشاط ده واحنا يا جدو كان لازم نسحى بدري النهار ده اجازة وكننا عايزين ننام شوية انتو شاكلكم لسه كسلنين يلغى ملوا معايا التمرينات الرياضية طيب مش كفاية بقى كده يا عمي واروح احضر لكم الفطار لا طبعا لسه لما الطايم يخلص يا جدو خلاص مش قادرة انا قلت ايه لما الطايم يخلص بابا خلاص يا بابا مش قادر كفاية كده خلاص فاضل لكم دقيقة برافو عليكم شايفين بقى كلكم نشاط وحيوية المهم دلوقتي انا عايز اقول لكم حاجة احنا هنقض اليوم كله في النادي هنفطر هناك ونتغدى هناك كمان اهنقض يوم ونغير جوه ونبسط انا فرحانة قوي وانا كمان يا جدو مبسوط قوي هناخد معنا الكرة ونلعب هناك والعجل وكل حاجة يلا بينا شايف يا احمد هنة وإياد مبسوطين ازاي امتى يجبروا بقى وافرح بيهم عايز اوصيك وصية يا احمد يا ابني انت وفريدة لو جرالي حاجة تاخدوا بالكم من إياد يا ربنا يخليك لنا يا عمي ما تقولش كده تقولش كده يا بابا ان شاء الله تفرح بإياد وتجوزه كمان ايوة بمناسبة موضوع الجواز عايز اقول لكم حاجة هنة لإياد وإياد لهنة لازم تبقوا عارفين الكلام ده مش ممكن يهد يخطب واحدة تانية ولهنة حد تاني يخطبها فاهمين